اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والتي كانت نتيجة الامتناع عن النظافة الشخصية لفمه خلال معظم اوقات حياته وتحدث في هذا المقطع عن هذه المسألة قائلا على مر السنين كنت اكل الاطعمة الخاطئة لقد شربت الكثير من المشروبات الغازية ولم اكن اغسل اسنان نهائيا ولسوي الحظ فان اهمال غسيل اسنانه ادى في النهاية الى ان تصبح اسنانه ملطخة بالجير وبقايا الطعام الصلبة والبكتيريا المبنية على مدى عشرون عاما من عدم تنظيف اسنانه بالفرشات كما انه يضر بثقته ويدعو حلمه في ان يصبح اخصائي علاج طبيعيا وعبر عن هذا قائلا اشعر بالحرج لان اخبر احدا كيف يعطني بنفسه عندما لم اهتم باسناني لهذا السبب قام جاي في النهاية بالتسجيل في منظمة الاجسام المحرجة حيث قابلت جيمس راسل وهو طبيب اسنانا والذي ساعده في نهاية المطاف على تغيير ابتسامته بعد اجراء تقييم كاملا واستنتج راسل الى ان 11 من اسنان جاي ستحتاج الى ازالة واسبدالها في النهاية بالزرعة بسبب مرور سنوات عديدة من التحلل وتركم الجير وبعد خمسة اشهر من العمل في طب الاسنان حصلت جاي على ابتسامة جديدة رائعة الى جانب الثقة المكتشفة حديثا ويقول تيموثي تشيس اخصائي تجميل الاسنان في مدينة نيويورك ان التجربة جاي رغم حلها في النهاية الى انها تعد مثالا ريعا على اهمية العناية بالاسنان بشكل منتظما مشيرا لسوء الحظ بعد ممارسة لمدة 25 عاما رأيت افوها كثيرة سيئة او اسوأ من هذا الشاب ويقول الور بعد اصابة اسنانك بهذا السوء يتطلب الامر مجموعة من الاشياء اولها نظام غذائي فقير رعاية منزلية سيئة وربما بكتيريا عدوانية من المؤسف حقا انه الانتظار لهذا الوقت الطويل من اجل العلاج لكن الخبر صار هو انه يمكنك السعادة اسنانك الرائعة بفضل هؤلاء الاطباء الماهيرين والتكنولوجيا المتقدمة في هذا العصر لهذا ننصحكم بتنظيف اسانكم مرتين يوميا على الاقل ولا تدعو الاشياء تخرج عن نطاق السيطرة شكرا لكم على متابعة الفيديو ولا تنسوا الاعجاب به والاشتراك في القناة وكذلك مشاركة هذا الفيديو دمتم بمحبة الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة